يلا تفضل يا عبدالرحمن. انا عندي اخت. اه مش راضي تلبس الحجاب. وعندها اربعتاشر شب. اخت بقى. اختي بيلبس حجاب. ماشي يبقى اخت. ماشي. انا انا سبب. انا اللي عملت الخرم اللي في البزور. بس يسمع الشاب. اهل يا اخت عندها اربعتاشر شب. ايو. ومش راضي تلبس الحجاب? طيب. ليه مش راضيها? مش عايزة تلبس الحجاب ليه عبدالرحمن? ايو مش عايزة. انها تلبس الحجاب مين اللي بيكلمها عشان تلبس الحجاب? بابا وماما وكده بيكلموها وانت? اه. انت عندك كم سنة? انت عندك كم سنة? اتناشر سنة. طيب. سؤالك ايه بقى يا عبدالرحمن? مش. السؤال التاني? لا السؤال الاولاني ايه? ان اختك بتقولولها في تلبس الحجاب هي عندها عبدالرحمن بعدشار سنة. وهي مش راضيها تلبسه? اه. طيب. هي هل اخنا غزمنها على الحجاب ولبسته? اه. ودوقتي هي مش مقتنع به عايزة تقلعه. ايو. ايو. دوتنا منها ايه? طيب ده السؤال التاني او اي ده مرضو تبع السؤال الاولاني? لا دوت السؤال الاول. طيب تمام. بشكرك يا عبد الرحمن على اتصالك طيب هو عنده أخت عمده 14 سنة اسمعنا بسم الإجابة بقى عنده أخت عمده 14 سنة عبد الرحمن عمده 12 سنة بابا ومامته هو بيكلم أختون هي تلبس الحجاب كترافضة ومش مقتنعة فهم غصبوها أن هي تلبس الحجاب وهي عايزة تقلعها يعني أولا أنصح الأباء في مثل هذه الحالات أن الأبناء قبل سن البلوغ بفترة يمهد لهم في الأحكام التي تختص بالمرحلة العمرية التي تأتي بالنقاش حوله بالحديث حوله بأهمياته بفضله بكل التفاصيل التي عن حجاب البنت والمرحلة أو ولد هجيله مرحلة مراهقة زي تعامل مع جسده زي تعامل مع الأحكام المتطلبة منه في هذا ولد أو بنت قبل سن المراهقة والبلوغ في مراحل لازم يهيئ لها الأبناء بالأحكام بتاعتها لكن فجأة الولد بيجو أو البنت فجأة عليك دلوقتي الصلاة عليك تتحجب طيب تتحجب إزاي لم تقتنع فالأولى عدم الإجبار والنقاش لأنه طب أهجبرها دلوقتي ولما جد الحق لاختيار براحتها بيد عن سلطتية تبقى بنفور تام فإحنا مش عايزين شكليات في الدين قد ما يبقى فيه جوهر أو أجمع بين الجوهر والشكل الأولى والأفضل يعني شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر